موسيقى جولتنا لليوم نبلشها مع فعاليات بيروت ترنم واليوم الموعد مع أمسي بيعنوان اول هندل مع انسابل لاليرا دورفيو بمشاركة الكونتر تنار رافايا ليبي الأمسي هي بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي وهي بكنيسة مارويسة الأبيئ الكابوشيين على الساعة 8 المساء بيستقبل اوديتوريوم بيير ابو خاطر بالجامع اليسوعية اليوم أمسي مع الشيخ أحمد الحويلي وابيراف وزياد سحاب الموعد اليوم على الساعة 8 ونص المساء موسيقى وكيف أسكت هذا الجرح في خلدي خلدي وكيف أرفع أعذاني ننتقل إلى ريديو بيروت يلي بيستقبل اليوم حفلة مع جيو موسيقى الاندرغراوند ماي وزياد حمدان يلي رح يتونا موعد ابتداء من الساعة 10 المساء موسيقى عواجيز عواجيز أفلوا علينا الترديس مش يراحوا بعيد موسيقى من ريديو بيروت إلى مسرح المدينة وبكرة موعد مع أمسي بعنوان كريسمس جلو مع إلي كلاب وبرفقوا غناء نور حلو راشال كلاب كريسال كلاب وروي أنجول الموعد على الساعة 8 المساء من مسرح المدينة مننتقل إلى جامعة الأمريكية بيروت يلي بتستقبل بـ 17 الشهر أمسية باروك نوال كونسير مع أنسابل فيفاس بقيادة ياسمينة الصباح وبمشاركة مارك أنتوان شاربانتي الموعد بكرة الخميس على الساعة 8 ونصف المساء بالأسامبلي هون اليوم لنهار الأخير من معرض المعهد اللبناني للمعوقين ببيت شباب المعرض اليوم فإذن بيفتح أبوابه من الساعة 10 الصباح لغاية الساعة 6 بعد الظهر من ننتقل من بيت شباب إلى بكفية بكفية يلي عم تتحضر تستقبل ابتداء من بكرة سوق الميلاد الخاص فيها مارشي دونوال يلي بيحمل عنوان لفيري دونوال المعرض بيستمر لغاية 23 كانون الأول وهو بيفتح أبوابه من الخمسة بعد الظهر إلى 11 المساء نشاطات كثيرة لكل أفراد العائلة رح تستقبلها بكفية ومن ضمن هالنشاطات صناعة أطول بيش بالعالم من بكفية رح ننتقل إلى الفوروم دو بيروت يلي بيستقبل بعد بكرة بـ 18 شهر المغني الفرنسي باتريك فيوري يلي عم بقوم بجوته العالمية بعنوان شوزير الموعد فإذن بعد بكرة بالفوروم دو بيروت تبتدأ من الساعة 8 ونص المساء بيقدم الفنان اللبناني أنتوني توما أمسي خاصة بالميلاد عنوانها أو كريسمس بيت رح بيقدم خلالها مجموعة من الأغاني الخاصة بالميلاد الموعد بـ 19 شهر بأصل المؤتمرات بتبايع الساعة 8 ونص المساء إلى البلونوت كافي يلي بيعطينا موعد بـ 19 شهر مع الفنان عيسى غندور تبتدأ من الساعة 10 المساء موسيقى موسيقى صرق الزمدق يا مهما لكن مفتاه ما من الفنان عيسى غندور إلى الفنانة اللبنانية أميمة الخليل اللي رح بتقدم أمسي غينئية بعمان وذلك بالتعاون مع جمعية الحنونة للثقافة الشعبية وبشركة الأمسي الشعر الفلسطيني مروان مخول الموعد بـ 23 الشهر على الساعة 9 المساء على مسح المركز الثقافي الملكة بعمان ننتقل إلى مسرح مونو يلي بيستقبل أمسي مع الفنان شربل روحانة ونيو وولد ميوزيك انسامبل يلي رح بقدم أمسيتين بـ 26 و 27 الشهر ابتداء من الساعة 8 ونص المساء وبيقدم خلالها عشر أغاني خاصة فيهم جولتنا الثقافية والفنية وصلت لختمة تفاصيل عن حركة السيلة صباح اليوم مع جويل اتصال من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير اليوم معنا على الخط المؤهل جهاد أبو الزكي صباح الخير صباح النور كيفك؟ الحمد لله يعني أكيد اليوم الحركة على طريق ضغطة مثل كل نهار أربعة نعم يعني فينا نقول نسبياً أفضل اليوم من غير أيام نيش؟ نسبياً أفضل اليوم بدي أبدأ من المدخل الشمالي لبيروت عم بيشهد حركة كسيفة عم تتروح مبين نقاش ووصولاً لنهر الموت مع موعد التوقف الخفيف المسلك المعاكس فاضي باتجاه جونين ما في عاجة سير أبداً السير القادم من خلدي باتجاه الأنفاء ناشط مع بعض التوقف أيضاً الحركة الكسيفة مع الزحام هي بشويفات مفرق عرمون بشمون وأيضاً الكفاءات الحدث بيروت المدينة الرياضية ناشط باتجاه جسر الكولة وصولاً لنفق سليم اسلام كونيش المزرعة الزحام للسير القادم من المتحف البربير وصولاً لسكنة الحلو أيضاً في عاجة على السير القادم من شتيلة باتجاه عمر بايهم لعملية وصولاً لبشارة الخوري هذا كل شيء عن حركة السير الصباحية لليوم نعم بالنسبة لحوادث السير أحصاءات حوادث السير التي نتج عنها أضرار جسدية فترة الأربع وعشرين ساعة المنصرمة مجموعة تسع حوادث نتج عنهم عشر جرحة بيروت حادث جريحين جبل لبنان خمس حوادث خمس جرحة جنوب ثلاث حوادث ثلاث جرحة توزعت الحوادث ما بين صدم واستضام أما الأسباب بتعود للسرعة الزادة مصدر إلهاء عدم تقايد المشاهد بقواعد اجتياز الطريق نعم أي إجراءات استثنائية على الطرقات؟ بس بمناسبة اليوم عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية بوسط بيروت مجلس النواب تحويل لشارع المصارف ممنوع منع مرور السيارات بشارع المصارف نهائيا هذه فقط التدبيل الاستثنائية حتى هذه اللحظة نعم مؤهل جهاد أبو زيكي منتشكرك على كل هذه المعلومات نحن بكرة نرجع باتصال جديد معكم فاصل جديد بحلقتنا ونرجع ترجمة نانسي قنقر